لا تتحدث بالعربية العنصرية في النمسا تغطي جميع مجالات الحياة حيث كشف تقرير زارة السنوي على أنه على تسجيل 1300 واثنين حالة تمييز أو حالة هجوم كراهية أو هجوم عنصري في السنة الماضية 2023 صراحة لم يتطرق التقرير للحجم الأرقام في السنة الماضية أحد الحالات التي ذكرها التقرير غرامة 1700 يورو لشاب بسبب التجشع حيث استضم بشكل أو بآخر مع أحد ضباط الشرطة وبسبب صعوبة اللغة الألمانية تم تغريمه 1700 يورو لتهمة التجشع عامل نظافة يتعرض للإصابة بسبب نقص ورق التواليت تعرض عامل نظافة الاعتداء من قبل امرأة غاضية بسبب نقص ورق التواليت في أحد المراحيل العامة وعندما طالب المساعدة من أحد المتاجع القريبة تعرض للاعتداء آخر من قبل صاحب المتجر مما أدى لإصابته بجروح خطيرة في كتفه حرمان شخص من منحة الطاقة بسبب عدم إتقال اللغة الألمانية تعرض شخص لرفض طلبه بترجمة طلب الحصول على المنحة الطاقة إلى اللغة الإنجليزية مما أدى إلى عدم حصوله على المنحة وأيضا منع امرأة من استخدام المصعد بسبب جنسيتها تعرضت سيدة وهي أمر طفلة تبلغ من العمر ثلاث سنوات لاعتداءات اللفظية من قبل جارتها في أحد المباني السكنية بسبب جنسيتها كما تم تهديدها بمنعها من استخدام المصعد مما أدى إلى صراع مع جارتها وذلك بسبب جنسيتها طالب تفشل في اختبار الطهي بسبب خلفيتها العرقية شاب يتعرض للاعتداء بسبب التحدث باللغة العربية تعرض الشاب يبلغ من العمر ستة عشر عاما لاعتداء من قبل رجل مسلح بسبب التحدث باللغة العربية مع أصدقائه وتم القبض على المعتدي لكن الشاب يعيش في خوف دائم من التعرض لهجمات أخرى يعني العديد من الحالات وأيضا يشير تقرير زارة السنوي إلى العنصرية في النمسان عام 2013 الارتفاع ملخوص في الحالات العنصرية ضد المسلمين مما يؤدي إلى تفاقم ظاهرة الإسلاموفوبيا في البلاد وأكد التقرير على أن هذا الخطاب العنصري أصبح أكثر شروعا حتى من قبل بعض الأحزاب لا سيما خارج حزب الحرية يعني على ما يبدو ولكن صراحة يوجد انخفاض جيد بحالات الهجمات العنصرية يعني على سبيل المسلمين العام 2020 في فترة كورونا كان يوجد تم تسجيل ثلاثة ألاف تسعة وثلاثين تسعة وثلاثين ألف حالة أو ألف هجوم 2022 1479 2023 1302 يعني يوجد تراجع بصراحة في هذا الجانب وذلك في إشارة على أن فعلا النمسا تتسابح أكثر مع ذاتها يوجد تسالي